حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذه حلقة جديدة في سلسلة النصائح القرآنية لحفظ القرآن الكريم من الواقع لعمل الحقيقة وردني يعني بعد عرض أجزاء من هذه السلسلة وردني سؤال كالآتي يقول أنا أريد أن أضع نظام يومي للحفظ يعني أحفظ صفحة أو نصف صفحة أو صفحتين يجب أن يكون هناك نظام معين ويقول هذا السائل أنت لم تضع لنا نظاما لحفظ القرآن الحقيقة أيها الأحبة أنا قلت لكم منذ أول لقاء أنا أوصل لكم تجربتي تجربة شخصية لا أدري ربما من يقتنع بها أو يشاركني في هذا المجال ولكن أنا الذي أعتقده أن القرآن لم ينزل لنحفظه صفحة صفحة وبشكل أوتوماتيكي وكأنك تقوم بعمل ميكانيكي يعني لا القرآن نزل للتدبر أولا وعملية التدبر قد تأخذ معك آية واحدة تأخذ سنوات من عمرك وأنت تتدبرها فالقضية أنا بنظري لا ينبغي أن تكون يعني بهذا الشكل الميكانيكي لا ضع في دماغك أنك تريد أن تحفظ مثلا مثلا سورة الملك تبارك الذي بيده الملك أول شيء ينبغي أن تعلم أن هذه السورة ثلاثين آية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة قد تكون هذه السورة سببا في دخولك الجنة سورة واحدة فقط سورة واحدة فقط تدخلك الجنة ثلاثين آية يعني بحدود الصفحتين في القرآن أو صفحتين ونصف أو أقل فأنا ليس المطلوب مني أن أحفظها وأرددها ما الكمبيوتر يحفظ أحسن مني ومنك قضية ليست قضية حفظ نحن نقصد من الحفظ الحفظ التدبري الذي يهدف إلى فهم وتطبيق ما تحفظ وإلا ما الفائدة من أن تحفظ بدون أن تطبق أيها الأحبة سورة الملك ثلاثين آية ونحن كما تعلمون يعني ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها بعد العشاء وهي بالفعل من قرأها ونام ثم مات تشفع له هذه السورة بإذن الله تبارك وتعالى وهي تشفع من عذاب القبر أيضا على فكرة فأنا عندما أدرك هذه المعاني ينشغل دماغي ليس بالحفظ الببغاء لا ينشغل دماغي وقتها كيف أفهم هذه السورة لأنجو لأنجو من عذاب الله هذا هو الهدف أحبة في الله فعندما تقرأ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير طيب أنا الآن أخاف من فلان ملك وليكن ملك أخاف منه مثلا طيب الله يقول لي تبارك الذي بيده الملك إذا فهمت هذه الآية ينبغي أن لا أخشى إلا الله يعني بناء على هذه الكلمات تبارك الذي بيده الملك يجب أن أعلم أن ملك الكون كل الكون هو بيد الملك سبحانه وتعالى وعندما قال وهو على كل شيء قدير معنى ذلك أن هذا الإله العظيم الذي وثقت به وأحفظك كلامه قادر أن يحميني من شر البشر جميعا قادر أن يرزقني وهو على كل شيء قدير طيب أنتقل للآية التالية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذه الآية تحتاج منك سنة سنة التدبر سنة كاملة تجلس وتتدبر ولا تنتهي من أسرارها آية واحدة لماذا قال الذي خلق الموت والحياة يعني نحن كبشر يعني نفترض أن الحياة أهم من الموت ولكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء يريد أن يلفت انتباهنا إلى أهمية الموت يقول لنا انظروا إن حياتك الحقيقية تبدأ بعد الموت وليس قبله تبدأ بعد الموت منذ لحظة الموت تبدأ الحياة الحقيقية التي ترى فيها كل شيء ترى الملائكة ترى الجنة ترى النار ترى العذاب تدرك الحقيقة المطلقة إذن الموت أهم من الحياة إذن أنا لماذا أحزن على هذه الدنيا لنفرض أن تجارتي خسرت فشلت في دراستي فشلت في حياتي الزوجية فشلت في تربية ابني فشلت بالعلاقة في عملي أو معجال طيب ما أنا الله يقول لي الموت أولا ثم الحياة إذن أنا سأوجه انتباهي للموت وما بعد الموت وأبدأ أستغل هذا الفشل وأستثمر هذا الفشل للحياة بعد الموت كيف أستثمره أصبر على الزوجة أو الزوجة تصبر على زوجها لأنه لأن الصبر سيكون ضياء لي في القبر أصبر على أذى جاري أصبر على أذى فلان بالنسبة لابني أدعو له الله بالهداية لا أنفعل لا أغضب لأنني سأموت طيب أنا سأوجه تفكيري وقتها أنني سأموت ويصبح اسمي ميت سأفقد اللقب والاسم وكل شيء حتى أقرب الناس مني لن يدخل معي الكل سيهرب ويتخلى عنك لحظة الموت وستبقى واحدا في قبرك طيب أنا في هذه اللحظة لماذا أصارع في هذه الدنيا وأنا أمامي الموت وهو قريب جدا إذن الذي خلق الموت والحياة طيب لماذا يا رب يعني قد يتساءل الإنسان يقول لك ليبلوكم أيكم أحسن عمذا إذن الهدف من الخلق والهدف من خلق الموت الله قادر أن يخلق عباده من دون موت قادر أن يجعلهم مثل الملائكة مثلا ولكن هناك حكمة ليبلوكم ما معنى ليبلوكم ليختبركم البلاء هو الاختبار أيكم أحسن عملا إذن عندما أقرأ هذه الآية وأرددها وأكررها وأتأمل فيها أدرك أنني موجود هنا في هذه الدنيا ليس للأكل والشرب والبناء والعمل والكذا لا أنا موجود هنا في حالة اختبار تصور إنسان لديه اختبار الثانوية العامة وأمامه ساعة فقط ليكتب ما حفظه وما تدرب عليه وإذا به يجلس ويلهو ويقص القصص وينشغل عن هذا نقول عنه مجنون أو فاشل إذن إذن أنت هذه الحياة هي ساعة حياتك الدنيا هي ساعة والدليل في سورة الروم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة هي ساعة فقط طيب هذه الساعة أنا في حالة بلاء ليبلوكم هذا مدلول ليبلوكم طيب الاختبار حول ماذا أيكم أحسن عملا إذن أنا كل هذه الدنيا وكل حياتي في الدنيا هل أنا أقدم أعمال حسنة هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ينبغي أن أدرك أن الله غفور لي مهما أخطأت سيغفر لك الله ولكن بشرط أن تعتقد أنه قادر على مغفرة الذنب لذلك أيها الأحبة لقاء قادم وأتأمل معكم إن شاء الله يعني طريقة حفظ سورة تبارك وبعض النصائح الأخرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تدبر كتابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق